في هذا اليوم صدر اعلان وقف اطلاق النار وقد حدد يوم الوقف الرسمي لاطلاق النار في العشرين من اهب عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين انه الثامن من اهب ذكر انتهاء اطول الحروب التقليدية في القرن العشرين حرب كانت شرارتها قد انطلقت بقصف ايران المخافر والحقول العراقية وغلق مضيق هرمز بوجه السفد المتوجهة لميناء ام قصر وتعطيل الملاحة في شط العرب لتترجم الى واقع عملي شعارات تصديق الثورة الايرانية واعلانها ان طريق القدس يمر عبر كربلاء بدأت طهران عدوانها في الرابع من ايلول من عام ثمانين قبل ان تنقض بنود اتفاقية الجزائر الموقع عام خمسة وسبعين حول ترسيم الحدود بين البلدين رد العراق جاء بعد ثمانية عشر يوما حين قصفت القوات المسلحة العراقية اهدافا استراتيجية وعسكرية في العمق الايراني لتصعد ايران بقصفها اهدافا مدنية وتشتعل الحرب على مدار ثمان سنوات برا وبحرا وجوا حتى عرفت بالحرب المنسية رمتني بدائها وانسلت هكذا تعاملت ايران بكل ما عرف عنها من مكر وخديع مع ملف الحرب دوليا بالدعايها ان العراق هو الذي ابتدأها بينما تؤكد الكثير من الشواهد ان العراق اضطر لخوض غمار هذه الحرب للدفاع عن النفس لا سيما مع القصف الايراني المتكرر والذي تطور في يوم الثامن عشر من ايلول اي قبل الرد العراقي باربعة ايام الى اختراق مقاتلة فانتوم الايرانية الاجواء العراقية حيث اسقطتها الدفاعات العراقية واسرت قائدها حسين الاشكري الذي بقي اسيرا لعشرة اعوام وكان اخر اسير يغادر العراق مطالب العراق لايقاف الحرب حصلت بالاعتراف بالسيادة العراقية على التراب الوطني ومياهه النهرية والبحرية والانسحاب من الاراضي التي احتلتها ايران والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية جسيمة خلفتها الحرب قبل ان يضطر المرشد الايراني الخميني الى تجرع السم الزعاف على حد وصفه والقبول بقرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار بعد ان رفض العديد من المبادرات العراقية والوساطات الاسلامية والدولية لايقاف نهر الدماء الذي جرى على الحدود بين البلدين والذين شهدت علاقتهما عبر التاريخ صداما حضاريا وثقافيا تطور مرات عديدة الى صدام عسكري تغذيه رغبة دفينة في الثأر الامبراطورية الفارسية التي رسمت نهايتها في ارض الرافدين وها هي ايران اليوم تسعى الى اعادة عجلة الزمن الى الوراء من خلال نفوذها الذي بنته في العراق بعد الاحتلال الامريكي مستفيدة من عملائها الذين تربوا في احضانها وحولوا العراق الى خراب خدمة لمشروعها التوسع ترجمة نانسي قنقر